أعزائي الطلاب موضوعنا اليوم البنية المادية لإبداع الفني المعماري وبالأصح استكمال ما بدأناه في المحاضرتين السابقتين في موضوع البنية المادية لإبداع الفني المعماري حيث تتضمن البنية المادية لإبداع الفني المعماري كل من الشكل واللون والملمس والمواد وهذا تم التعرف عليه في المحاضرات السابقة واليوم سيتم التعرف على الفراغ المعماري والمحيط العمراني وهو نهاية الموضوع في البنية المادية للابداء الفني المعماري حيث تم التعرف في المحاضرات السابقة كما أشرنا إلى على الشكل واللون والملمس والمواد وفي هذا المحاضر نستكمل مكونات البنية المادية للابداء الفني المعماري من خلال الفراغ المعماري والمحيط العمراني بعد الانتهاء من هذا الدرس يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن واحد يعرف الفراغ المعماري والمحيط العمراني بالشكل الصحيح اثنين يميز الفراغ المعماري والمحيط العمراني وفق معطيات البنية المادية للإبداع الفني المعماري ثلاثة يحلل الفراغ المعماري والمحيط العمراني لنماذج معمارية على أرض الواقع الفراغ المعماري هو المكون أو الأنصر السابع من عناصر البنية المادية للإبداع الفني المعماري يعد الفراغ المعماري من العناصر الهامة في البنية المادية للإبداع الفني المعماري وسيتم التعرف عليه من خلال المحاور الآتية المحور الأول هو تمهيد يتم من خلال التعرف على الفراغ بشكل عام اثنين تعريف الفراغ ثلاثة الفراغ بأنواع الطبيعي والمعماري والعمراني أربعة المعماري كمحدد للفراغ الإنساني المحور الخامس هو البنية المادية للفراغ المعماري بينما يتمثل المحور السادس في موروفولوجيا الفراغات أما المحور السابع فيتكلم عن المتتابعة الفراغية أولا تمهيد يفضل الإنسان السفر على الطرق الصحراوية ليستمتع بفراغ ممتد أفقيا بلا حدود يتقلب فيه اللون الأصفر على مدى البصر حتى يلتقي بالسماء الزرقاء فيستمتع الإنسان بقبة زرقاء وشمس مصاطعة أو بسقف عالي من سحاب أبيض أو بسقف من خفض رمادي متلاحم أو متناثر تتخلى له أشعة ذهبية وفي الليلة الصافية تتحول القبة الزرقاء إلى قبة هائلة من نجوم متلالية وغمر ساطم منير هذا الفراغ قد تحده سلاسل من كثبان رملية في إقاعات متتالية تصاعدية أو تنازلية أو مجموعة من التلالة الصخرية منخفضة أو عالية الارتفاع كما في طرق محافظة مارب وننطلق في أحيان كثيرة إلى المناطق الريفية حيث يمتد الفراغ أفقيا على بساط أخضر تقطعه أو تقسمه أعميدة من أشجار ونخيل رأسية تتجه إلى أعلى أو أشجار حائطية تقسم الفراغ إلى أجزاء وتقطع منه أو تحدده إلى فراغ مكشوف أسقر من الفراغ العام أو الفراغ الأكبر من هذا الفراغ المحدد ومن الفراغة الخارجية ما هو لانهاي يغني وجود نقاط تركيز واهتمام طبيعية كمجموعة أشجار وارفة الظلال أو فورات مياه طبيعية صاعدة بيقاعات متباينة مثل فورات يوسمتي في أمريكا ومنها فراغات غير محددة أو محدودة بها نقاط تركيز مصنوعة كفراغ هضبة الإهرام وتمثال أبو الهول في مصر المحور الثاني تعريف الفراغ هو المجال الثلاثي الأبعاد الذي تحدث الأشياء والأحداث فيه ولها موقع واتجاه محدد في هذا الفراغ وهو مجموعة من العناصر التي تحقق شروط هندسية في مجال ثلاثي الأبعاد من أجل أداء قرار معين أو حالة معينة ويمكن تمثيله بالمسافة بين النقطتين بالمساحة أو بالحجم المحصور بين مجموعة من الحدود تصنيف وأنواع الفراغ ويمكن التعرف على تصنيف الفراغ وكذلك أنواع من خلال الشكل الآتي تصنيف الفراغ يتم تصنيفه على أساس حسي معنوي وعلى أساس مادي وظيفي تصنيف الفراغ بناء على أساس حسي معنوي ينقسم إلى فراغ فيزيائي وهو الفراغ الذي يعتمد على المقياس الإنساني إذ إنه يحوي الإنسان سواء كان فرد أو جماعة الذي يؤدي فيه نشاطا حقيقي في حال ثابته من فعالياته ويقلقه فيزيائيا ويمكن تحديده بالأبعاد وبدرجة كبيرة من الدقة الفراغ الآخر هو الفراغ الحيوي وهو الفراغ الذي يسمح للإنسان القيام بأنشطته المعيشية والمحددة في هذا الفراغ ويعتبر مكملا للفراغ الفيزيائي أما النوع الثالث من أنواع الفراغ الحسي المعنوي فهو الفراغ الحسي وهو الفراغ الذي يؤمن للإنسان القيام بنشاطه في إطار فيزيائي حيوي ومرينة وفي جو من الإحساس بالسعة حيث أن الجانب الحسي للفراغ هو ذلك الشعور أو الإحساس الذي ينتاب الإنسان فور دخوله هذا الفراغ وبه يتم الحكم على نوعية الفراغ وقيمته نرجع إلى التصنيف الآخر الذي هو تصنيف الفراغ على أساس مادي وظيفي حيث تم تصنيفه إلى ثلاثة أنواع من الفراغات الفراغ الأول هو الفراغ الطبيعي وهي فراغات تشكلت بفعل العوامل والعناصر الطبيعية دون تدخل للإنسان مثل الجبال والأنهار والوديان الفراغ الثاني هو فراغ المعماري والفراغ المعماري هو حيز مبني هو حيز مبني وهو حيز مستقطع من الفضاء الكبير ويمكن أو يكون محدد بعناصر معمارية وعمرانية النوع الثالث من أنواع الفراغات على أساس على أساس مادي وظيفي هو الفراغ العمراني وهو مكان ثلاثي الأبعاد يحتوي على الأفراد أو الجماعات والأنشطة والفعاليات المقامة في هذا المكان وحيث سيتم التعرف على أنواع الفراغات بناء على الأساس المادي والوظيفي من خلال ما يأتي طيب الفراغ الطبيعي الفراغ الطبيعي هو النوع الأول من أنواع الفراغات المادية ويمكن قراءة الفراغات الطبيعية كفراغات محددة أو غير محددة كما هو مضح في الشكل الآتي الفراغات الطبيعية يمكن أن تكون فراغات صحراوية والفراغات الصحراوية كما هو مضح بالصورة المرفقة لدينا هي فراغات بلا حدود يتقلب فيه اللون أصفر على مدى البصر حتى يلتقي بالسماء الزرغاء أيضا الفراغات الريفية ويمتد الفراغ الريفي كما هو مضح بالصورة المرفقة أفقيا على بساط أخضر تقطعه أو تقسمه أعمدة من أشجار ونخير راسية تتجه إلى أعلى أو أشجار حالتية تقسم الفراغ إلى أجزاء وتقطع منه أو تحدده إلى فراغ مكشوف أسقر منه الفراغ الثالث هو الفراغات اللانهائية وهذه الفراغات كما هو مضح بالصورة المرفقة يقنيها وجود نقاط تركيز وإهتمام طبيعية من أشجار أو فورات مياه طبيعية صاعدة بإيقاعات متباينة أيضا الفراغات الطبيعية قد تمتد طوليا فوق نهر واسع كما هو مبين بالشكل المرفق عندنا فوق نهر واسع يسمى فوق نهر واسع مثل نهر النيل والذي تحده من الجانبين سلاسل من الجبال الرملية كما في مناطق الصعيد أيضا الفراغ الطبيعي قد يمتد طوليا فوق مضيق ماي تحده الجبال الخضراء التي تشغلها العديد من المنازل والقصور كما في مضيق البسفور بإسطنبول إذن يتضح من الأشكال المرفقة أمامنا وجود الفراغات الطبيعية التي قد تمتد طبيعيا فوق نهر فوق نهر كما هو مضح عندنا هنا في الصورة إن الفراغات الطبيعية تمتد فوق نهر أما في الصورة أخرى فتبين إن الفراغات الطبيعية تمتد فوق مضيق ماي تمتد فوق مضيق ماي كما هو مضح في الجزء المحدد أمامنا في الصورة الفراغة الطبيعية للإنسان تجربة أمام هذه الفراغات الفراغات الخارجية اللانهائية هذه التجربة تتمثل في أن الإنسان يتدخل فيها من خلال تجربة فراغية فيشعر بمتعة حسية بصرية وإنشراح صدر يطرح أن كاهله ما أعتراه من ذيق في فراغات المدينة وللمعماري دور عند التعامل مع الفراغات الطبيعية ويتمثل هذا الدور أنه يجب على المعماري في هذا الموقف أمام الطبيعة الخلابة أو الفراغات الأثرية المبهرة أن يكون متواضعا في فرض عمارته على الفراغ المحيط وأن تنسجم هذه العمارة مع الطبيعة المحيطة ثانيا الفراغ المعماري وهو النوع الثاني من أنواع الفراغات المادية التي صنفت على أساس مادي وظيفي وفي العمارة تم معالجة الفراغ من منطلق وصفي الفراغ في المجال المعماري تطلق كلمة الفراغ في المجال المعماري على الجزء أو الحيث المستقطع الذي يصنعه المعماري بواسطة عناصر معمارية ملموسة تعريف الفراغ المعماري هو حيث استعمالي يضم نشاطا إنسانيا ما وهو مقتطع من الفراغ العام أو الفضاء ومحدد بسطوح تعزله عن بقية أجسام الفضاء العام من أجل التحكم بشروط هذا الفراغ تسمية الفراغ المعماري يمكن أن نطلق على الفراغ المعماري اسم بحسب الوظيفة التي يحملها كما أننا يمكن أن نشكل هذا الفراغ بما يتلاءم ومعطية النشاط الذي يحتويه ويعكس مجالات فردية وجماعية باعتماد مقياس الإنسان الفيزيائي في تحديد أبعاده مع تأمين شروط إحساس الإنسان بالراحة الفراغ العمراني هو النوع الثالث من أنواع الفراغات المادية الوظيفية والفراغ عند العمرانيين يرى فيه العمرانيون من مخططين ومصممين حضريين بعدا أكبر إذ يربط تعريفه بالأنشطة الوظيفية التي يحتويها تعريف الفراغ العمراني هو المكان الذي يحوي الأشياء والأشخاص والأنشطة عن طريق أبعادها الثلاثة كما أن له صفة التطور بمرور الزمن عمراني إنساني ويتخذ الفراغ العمراني هيئة وشكلة من خلال العلاقات بين خطوط العناصر التي تحددها ويوحي الفراغ الإنساني ويوحي الفراغ للإنسان بمشاعر عديدة بما يلائم وظيفته كما أن الفراغات العمرانية تختلف من الاتساء إلى الضيق ومن البساطة إلى التعقيد ومن الانفتاح إلى الانقلاق والفراغات تتنوع في أشكالها وأحجامها ومعالجتها لتتخذ خصائص فراغية لا نهائية لتخدم الوظائف والأنشطة الإنسانية المختلفة الفراغات العمرانية في التشكيل العمراني للمدن الفراغات العمرانية في التشكيل العمراني للمدن ما هي هذه الفراغات هي الجزء أو المكون من المدينة أو من عناصر المدينة الذي لا يوجد بناء فيه وهذه الفراغات قد تكون ساحات وقد تكون شوارع وقد تكون ممرات مشاة وقد تكون فراغات بينية وكما هو موضح عندنا بالصور الملفقة فراقات أمرانية في تشكيل المدن من خلال ساحات هذا يعتبر فراق أمراني كما هو موضح بالصورة عندنا هنا أيضا تتخلى لها فراقات بينية أو شوارع أخرى إلى وسط المباني إلى وسط المباني تتخلى لها الفراق شوارع أخرى أو ممرات مشاه كما هو موضح بالصورة المرفقة عندنا هنا الصورة الأخرى توضح لنا فراقات أمرانية طولية هذه الفراقات تحتوي على شوارع بالجوانب وجزيرة وسطية تم تنسيقها على شكل حديقة أو أماكن جلوس بحيث تكون تضفي أو تضيف عناصر جمالية لهذا الفراق وبالتالي يمكن القول أن الفراقات العمرانية تمثل في أي تشكيل عمراني ما تبقى أو ما تبقى من المدينة من مساحات غير مبنية كانت بطريق مخططة مسبقا أو أنتجت بشكل عفوي وتشمل هذه الفراقات الطرقات والساحات العامة والمناطق الخضراء والملعب والفراقات البينية ويمكن قراءة دور المعماري في المحور الرابع من محاور التعرف على الفراق بشكل عام الذي هو المعماري كمحدد للفراق الإنساني حيث يمكن قراءة دور المعماري كمحدد للفراق الإنساني من خلال المحاور الآتية المحور الأول من خلال العراقة بين الإنسان والفراق حيث أن الإنسان يأيش داخل مجموعة من الفراقات الخارجية والداخلية المتباينة في حجمها وشكلها والمختلفة في التأثير على المشاهد فمنها ما يكون طبيعيا أشوائيا ومنها ما يكون مصطنعا مخططا ولكل من هذه الفراقات متعة المروفولوجية الخاصة فالإنسان أثنى انتقاله من فراغ إلى آخر يتمتع بأحدهم وينبهر بالآخر أو يشعر بالإلفة والانتمال الثالث أو بالمرح في رابع وهكذا في بقية الفراقات الأخرى المحور الثاني هو دور المعماري في هذا الفراق المعماري لكي يوفر للإنسان هذه الفراقات الداخلية والخارجية بتأثيراتها المناسبة لاستعمالاتها يتعامل مع الطبيعة والبيئة القائمة والمادة الإنشائية المناسبة للزمان والمكان والنشاط الذي سيمارس في هذا الفراغ ويمكن قراءة دور المعماري في الفراق من خلال المحاور الآتية أو المحددات الآتية الفراقات الطبيعية القير محددة يتعامل المعماري مع هذه الفراقات قير المحددة فيكتطع منها فراقات داخلية وأخرى خارجية ذات مؤثرات مقصورة على المرتاد والمستعمل فتتحول الفراقات اللانهائية البيئية إلى فراغات حضرية أو قروية ذات مقياس إنساني وطاقة تعبيرية تحرك المشاعر والنعماري في ذلك فنان حدوده البعيدة السماء والأفق والقريبة الأرض والجبال والأشجار والحوائط والأسقف والبرجولات وبتوظيف كل هذه العناصر تنشأ الفراقات المعمارية والعمرانية التي تترك لدى مرتديها الأحاسيس المناسبة للأنشطة المقصودة مما يزيد المتعة بالحياة الإنسانية ويذريها بتجارب فراقية متنوعة مشحونة بالإنفعالات والمشاعر بالإحساس الفراقي والكتلي وعلى المعماري أن يضاء الإحساس الفراقي والكتلي كوجهين لعملة واحدة حيث أنهما نتيجتان متكاملتان لعملية إبداعية واحدة وهو يضمن بذلك تأثيرا معماريا متكاملا على الحواس والأحاسيس والفكر ذلك أن الفراق والكتلة هم المحركان للمشاعر الإنسانية وما الحوائط والأسقف المعمارية إلا مفردات لهما والإبهار بالأعمال التاريخية ما هو إلا إبهار فراقي كتلي سواء في صحن جامع السلطان حسن أم في باهو الأعمدة بمعبد الكرنك أم في كنيسة نوتردام بباريس المحور الخامس هو البنية المادية للفراق المعماري وتتجسد البنية المادية للفراق المعماري في مجموعة من المكونات يوضحها الشكل الآتي البنية المادية للفراق المعماري تتجسد في الأرضيات أرضية الفراق تعدى المكون الأول أو العنصر الأول في البنية المادية للفراق المعماري أيضا القوائم الرئيسية أو القوائم الرأسية وهي عناصر يتم من خلالها تحديد الفراق المعماري وبالتالي هي المكون الثاني المكون الثالث الحوايط والحوايط سواء كانت حوايط مستقيمة أو على شكل حرف L كما في الصورة المرفقة ويتم من خلالها تحديد الفراق المعماري المكون الرابع هو الأسقف ويتم من خلال الأسقف أيضا تحديد الفراق المعماري وسيتم التعرف على كل منها بشيء من التفصيل من خلال الآتي أولا الأرضيات يتم تحديد الفراق على مستوى الأرض من خلال المعالجات الآتية أولا الرسم والتخطيط على الأرض كما هو موضح بالصورة المرفقة لدينا أيضا الخطوط المفردة والمستوجة ويتم من خلالها تحديد الفراق على مستوى الأرض أيضا تغيير مادة الإنهام السطحية للأرض أو للتبليد يتم من خلالها تحديد الفراق المعماري على الأرض أيضا تغيير تكسية الأرض وكذلك فرق المنسوب الذي يتم من خلاله تحديد الفراق على الأرض كذلك الخطوط في تحديد مواقف السيارات والأرضيات المتحركة هذا الركاب بين الارتفاع والانخفاص وبالتالي يتضح أن تحديد الفراق على الأرضيات يتم من خلال خطوط غاسية هذه الخطوط عند رسمها على الأرض يتم تحديد الفراق أيضا أي رسم معين أي رسم معين بطريقة معينة على الأرض يتم تحديد الفراق كما هو موضح في الصورة تغيير الألوان الألوان في الإكساء عندنا هنا في الأرض تم من خلالها تحديد الفراق عندنا في الصورة الموضحة أمامنا تغيير نوعية الإكساء ما بين بلاط وما بين مسطحة أخضرة وهذا المسطح الأخضر تم من خلاله تحديد الفراق أيضا عندنا هنا في الصورة فارق المنسوب أمام المبنى عمل على تحديد الفراق فالارتفاع أو تدرج من خلال هذا الفارق عمل على تحديد مستوى الفراق أو تحديد الفراق في الأرضيات أو الأرضيات بشكل عام القوائم الرئيسية وهي المكون الثاني من عناصر البنية المادية للفراق المعماري وتوضح الصور أمامنا البنية أو القوائم الرئيسية حيث تضح بهذه الصورة قوائم رئيسية أربع عزة تحيط بالفراق أو تحيط بالإنسان هذه قوائم رئيسية إذن تحيط بالإنسان وبالتالي يتحدد الفراق المعماري أيضا الأشجار الأشجار تعتبر من محددات الفراق المعماري وعند وضعها أو زراعتها حول الفراق فإنها تسهم في تحديد الفراق المعماري عناصر الإنارة كمان وضح في الصورة هذه والصورة الأخرى عناصر الإنارة تسهم في تحديد الفراق المعماري أيضا البناء حول الفراق أو زراعة مجموعة من أشجار حول الفراق تسهم في تحديد الفراق المعماري إذن القوائم الرئيسية هي كل الخطوط التي تمتد رئيسيا لتحدد الفراق ومنها تشجرة أو صف من الأشجار أو أعمدة إنارة أو أعمدة إنشائية متتابعة كما هو مضح بالصور المرفقة لدينا الحوايط وهي المكون الثالث من عناصر البنية المادية للفراق المعماري والحوايط قد تكون أشكال أو حوايط مستطيلة أو مربعة وقد تكون حوايط على شكل حرف L كما هو مضح بالصور المرفقة لدينا حوايط مربعة أو حوايط مستطيلة وحوايط على شكل حرف L وحوايط على شكل حرف L وبالتالي فإن المعماري يتدخل بمباني أو زراعته بحوايط واحد مصمت أو مفرق بفتاحات متتابعة نحو تحديد فراق معماري موجه على جانبي وللزيادة الإحساس في التوجيه يستخدم المعماري حوايطين متوازيين بدلا من حوايط واحد يوجه الفراغ بهذه المعالجة نحو اتجاهين فقط ومثل هذا نجده ووضحهم في الطرق والأزقة الضيقة مع تأكيد التوجيه بوضع نقاط بالروية على مرمى البصر مثل ميدان أو نافورة أو تمثال أو ميذنة أو جامع الأسقف هي المحدد الرابع من عناصر البنية المادية للفراق المعماري وتتخذ الأسقف المحددة للفراق أشكال متعددة منها المستوى المائل أو المنحني أو المائل المنحني في اتجاه واحد أو اتجاهين وتوضح الأشكال المرفقة كما في الشكل الأول تسقيف خشبي لفراق على شكل كشك الشكل الثاني يوضح تحديد الفراغ من خلال الأسقف المشدودة بأوتار بالحديقة الدولية في ألمانيا أما الشكل الثالث فيبين تسقيف الفراغ على أعمدة في نصب تذكاري إذن يمكن تحديد الفراغات من خلال الأسقف بطريقة أوضح حتى لو كانت الحوايط غير موجودة بالكامل وأبسط مثال على ذلك مظلات النسيج المنقولة أو الثابتة والتي تحدد لنا فراغا خاصا أسفلها على الشواطئ أو في المزارع هذه الأسقف قد تكون طبيعية أو مصنعة ثابتة أو متحركة وفي الأخير تتوافر ديناميكية واضحة في اتصال الفراغ الداخلي بالفراغ الخارجي أعلى بهدف تكوين فراغ داخلي متغير في الحكم والامتداد والأسقف كما في الأشكال المرفقة لدينا تتخذ وضعا خاصا أو شكلا خاصا يتم من خلاله التعبير عن الموظيفة والأسلوب الإنشائي المتبع في التسقيف ويتضح من ذلك أن الأسقف تتخذ هذه الأشكال للتعبير عن الموظيفة والانتفاع أسفلها أو للتعبير عن الإسلوب الإنشائي المتبع في المبنى أو الفترة التاريخية لإنشاء المبنى المحور السادس في الفراغات هو مروفولوجيا الفراغات وتعتبر الفراغات من أهم المنتجات المعمارية التي يبدعها المعماري ومتعة المتلقي بالفراغات تمتد من الفراغات الداخلية المقفلة والمكشوفة إلى الفراغات الخارجية الخاصة حول المبنى وإلى الفراغات العمرانية العامة سواء كانت على مستوى الحي أو الحارة أو المدينة والكل من هذه الفراغات مروفولوجية وطبيعة ومميزات ومتعة البصرية والعاطفية والفكرية وباستعراض المحددات المختلفة للفراغ المعماري والعمراني نستطيع تمييز نوعين أساسيين من الفراغات فراغات داخلية وفراغات خارجية تندرج وفق ذلك أنواع مختلفة من الفراغات أولا الفراغات الخارجية ويمكن التعرف على مروفولوجيا الفراغات الخارجية من خلال الآتي مروفولوجيا الفراغات الخارجية هي فراغات لانهائية والفراغات اللانهائية قد تكون صحراوية أو زراعية أو مائية كالواحة أو سلسلة جبال أو كثبان رملية في صحراء كما هو مضح بالصورة المرفقة شكل أحد الفراغات اللانهائية أيضا فراغات خليجية وهي عبارة عن مسطحات مائية طبيعية أو صناعية تحدها من الجوانب جبال أو مساكن كخليج نعمة في شرم الشيخ كما هو مضح بالصورة المرفقة أيضا فراغات محددة طبيعيا تكون على شكل بحيرات أو سهول أو صحراء أو حدائق داخلية تحدها جبال أو مباني أو أشجار من أربعة جوانب أيضا فراغات أرضية وهذه الفراغات تقع في البحار والخلجان وغالبا ما تكون مشرفة على المياه من مستويات أعلى وبالتالي تمتلك مناظر خلابة أو مناظرها خلابة كما في الصورة المرفقة أيضا فراغات جبلية وهذه الفراغات تقع على سفوح الجبال حتى القمة مشرفة على سهول زراعية أو صحراوية أو مائية كما هو مضح بالصورة المرفقة أيضا عندنا فراغات حدائقية مصممة بشكل كلاسيكي أو حر يحدها مبنى أو مجموعة من المباني من جهة أو أكثر من جهة كما هو مضح في الصورة المرفقة أخيرا فراغات طولية ضخمة وهي أنهار تحدها شواطي جبلية وتلال وقابات أو فراغات طولية ضيقة كالطرق الضيقة أو المجاري المائية في المدني والقرى النوع الثاني في مرفوليجية الفراغات هو الفراغات الداخلية والفراغات الداخلية تنقسم إلى فراغات داخلية استاتيكية وهذه الفراغات هي فراغات صندوقية مغفلة ذات ثقوب لفتحات الإضاءة والتوزيع والنوع الثاني هو فراغات داخلية ديناميكية وهي فراغات تمتد جانبيا أو إلى أعلى أو إلى أسفل إلى فراغات أخرى مجاورة كما في الأشكال المرفقة لدينا فكما هو موضح في فناء السباع في قصر الحمراء بالأندلس فراغ وسطي ويمتد الفراغ هذا نحو الأعلى وبالتالي هو فراغ ديناميكي أيضا في الشكل الثاني فراغ القراءة في مكتبة هوم بولدت في برلين ونلاحظ في هذا الفراغ عدة مستويات ما بين فراغاتنا وفراغ أعلى وبالتالي هو فراغ ديناميكي أيضا نلاحظ الديناميكية المتحققة من خلال الاستمرارية الفراغية في المتحف الرئيسي للفن في أطلندا وكذلك الديناميكية المتحققة في الفراغ الداخلي في كنيسة سانت إيتين المحور السابع في الفراغات أو في التعرف على الفراغات كعنصر أساسي من عناصر البنية المادية للإبداع الفني المعماري هو المتتابعة الفراغية تتميز العمارة عن كل الفنون في كونها تتعامل مع الأبعاد الثلاثة الأساسية والتي تتمثل في الطول والعرض والارتفاع إلى جانب البعد الرابع وهو الزمن إن الزمن في العمارة يكتسب تأثيره من المستعمل أو الزائر حيث يتحرك داخل الفراغ المعماري أو خارجه وفي كل الاتجاهات وتتم هذه الحركة في البعد الرابع وهو البعد الزمني ويمكن التعرف على مكونات المتتابعة الفراغية من خلال الشكل الآتي المتتابعة الفراغية تتكون من العناصر الأساسية الآتية العنصر الأول هو المقتربات والمقتربات هي طرق الحركة التي يتم من خلالها التقرب من المبنى من مسافات بعيدة يتم من خلالها التقرب نحو المبنى العنصر الثاني هي المسارات وهي العنصر الثاني في المكونات أو في المتتابعة الفراغية والتي يتم الانتقال إليها من خلال المقتربات والمسارات قد تكون واضحة أو مائلة العنصر الثالث في المتتابعة الفراغية هو المداخل وهو نقطة الاتصال ما بين عناصر المتتابعة الفراغية الخارجية وعناصر المتتابعة الفراغية الداخلية وتلي المداخل الصالات وهي نقطة الانتقال من المداخل نحو الفراغات أو المتتابعة الفراغية داخل المبنى أما المداخل الجانبية فهي النقطة الأخيرة أو العنصر الأخير في المتتابعة الفراغية ويتضح من الشكل الموجود أمامنا إن المتتابعة الفراغية تبدأ عند المقتربات وتتحرك في هذا الاتجاه تتحرك في الاتجاه المداخل الجانبية إذن تشكل المقتربات العنصر الأول العنصر الأول في المتتابعة الفراغية وتشكل المداخل العنصر الأخير في المتتابعة الفراغية وسيتم التعرف على كل منها بشيء من التفصيل من خلال الآتي أولا المقتربات قبل الدخول إلى المبنى يتم الاقتراب منه خلال خط سير معين وتختلف المقتربات في استمراريتها وطولها مما أسهم في إيجاد النواع الآتية من المقتربات ألف المقتربات المواجهة المحورية با المقتربات المائلة سواء كان أفقيا أو راسيا جين المقتربات الحلزونية ويوضح الشكل المرفق أمامنا الأنواع الثلاثة للمقتربات حيث نلاحظ في هذا الشكل نلاحظ مقتربات راسية مقتربات راسية كما هو موضح بالصورة الأولى أو بالجزء الأول مقترب محوري نحو المبنى أيضا عندنا مقترب هنا مائل لاحظ أنه المقترب مائل نحو المدخل ماشي في التجاه معين وبعدين مال نحو المدخل أيضا هذه مقتربات مائلة هذا عندنا محور وسطي أساسي ومقتربات أخرى مائلة نحو هذا المدخل أو المحور الأساسي أيضا نلاحظ في النوع الثالث اللي هو مقترب حلزوني فالمبنى نلاحظ أنه في القمة وتم الاقتراب نحو هذا المبنى بشكل حلزوني بشكل حلزوني كما هو موضح بالشكل الآخر عندنا هنا الاقتراب بشكل حلزوني نحو المبنى وهذا هو المبنى هذا هو المبنى الذي تم الاقتراب منه بشكل حلزوني إذن المقترب المحوري العمودي على المبنى هو الذي يتم من خلاله التقرب مباشرة نحو المبنى على طول مسار خطي مستقيم ويكون الهدف البصري واضح وظاهر وهو المبنى أو جزء من واجهته الرئيسية أو المدخل وعلى جانبي المقتربات توضع وحدات لتأكيدها كانت أشجار أو مسطحات مائية أو نافورات أو تماثيل أما المقتربات المائلة أفقيا ورأسيا فهي تضيف بعد جديد للواجهة من ناحية تأثير المنظور للواجهة الأمامية والجانبية للمبنى وهنا وهنا يمكن تأخير زمن التجربة بزيادة طول المتتابعة الفراغية لمشاهد المتقرب من المبنى أما المقترب الحلزوني فإن الحركة في هذا النمط تكون حلزونية بشكل حلزوني حول أو أمام المبنى مما يطيل زمن أو مسافات المتتابعة الفراغية ويؤكد على الأبعاد الثلاثة لشكل المبنى حيث نرى المبنى من عدة زوايا نتكشف المبنى ونتكشف العناصر الجمالية في هذا المبنى من عدة زوايا ومستويات متتابعة تكون من خلال مدخل المبنى واجهة الأمامية والجانبية وأثناء الاقتراب يتم التعرف على ملامحها بشكل أكبر طيب نلاحظ أيضا من الصورة أو الصورة المرفقة أمامنا مقتربات مواجهة محورية مقتربات مواجهة محورية كما هو مضح بالصورة الأولى في تاج محل مقتربات مواجهة محورية أمام المدخل وتؤدي بشكل مباشر نحو الواجهة الرئيسية أو الواجهة الأمامية أو واجهة المدخل أيضا في الصورة الثانية المرفقة لتجمع سكني أو تجمع عمراني تتضح لدينا أنواع مختلفة من المقتربات ما بين مقتربات مباشرة محورية ومقتربات مائلة ومقتربات حرزونية كما هو موضح في ممرات المشاة التي تتخلل الأحياء في هذا التجمع السكاني أما المقتربات المائلة أفقيا ورأسيا فهي تتضح في الشكل الآخر أو الشكل الثالث والذي يوضح أشكال المقتربات لحركة الآليات أو حركة المشاة نحو المبنى الأساسي والتي تتم بشكل مائل أفقيا أو رأسيا المسارات هي المكون الثاني من عناصر المتتابعة الفراقية والمسارات كما هي موضحة بالشكل المرفق لدينا هي مسارات خطية عندنا مسارات خطية كما هو موضح بهذا الأشكال مسارات خطية أيضا عندنا مسارات شعائية بكلها نقطة وشعاء تجاه شعائي في جميع الاتجاهات أيضا النوع الثالث هو مسارات شبكية والمسارات تتخذ علاقة مع الفراقات العمرانية فهي إما تمشي بجانبها كما هو موضح بالشكل عندنا هنا إن المسار يمر بجانب الفراقات الفراقات هذه فراقات هذه عبارة عن فراقات والمسار يمر بجانبها كما هو موضح لدينا هنا أو يخترقها أو إن المسار يخترق الفراقات كما هو موضح بالشكل عندنا هنا فراقين والمسار يخترقها أيضا مسار شبكي مسار شبكي أو إن المسار أو النوع الثالث من نوع العلاقة هو أن المسار أن المسار ينتهي في الفراق ينتهي بالفراق إذن تتضح لدينا ثلاثة أنواع للعلاقة ما بين المسار والفراقات الأولى يمر بجانبها الثانية يخترقها العلاقة الثالثة ينتهي عندها المسار ينتهي عندها المسار إذن بناء على ما تم التعرف عليه من هذا الشكل يعرف المسار بأنه الخط الذي نتتبعه على الموقع في حركتنا نحو المبنى والمسار نقطة بداية ونقطة ذروة خارجية ووسط يحدد شكل الانحناءات ويحدد شكل الانحناءات والأركان ونقاط التقاطع مع المسارات الأخرى وجميع مسارة الحركة بشكل عام هي مسارات خطية لها نقطة بداية تنطلق منها في الحركة ثم تتابع الفراقي ثم نقطة القصد أو الذروة ثم أنهاية وتوجد دوما علاقة بين المسارات كما أسلفنا والفراقات فهي أما تخترقها أو تتجاوزها أو تنتهي إليها ونقاط تقاطع المسارات هي نقاط اتخاذ القرارات للمتقرب منها بين المسار الرئيسي الذي يقود إلى فراق رئيسي وما بين المسار الثانوي المداخل هي العنصر الثالث من عناصر المتتابعة الفراغية وهي كما هو مضح في الصور أو الأشكال مرفقة لدينا اماكن اختراق المستوى العاصي مداخل هي اماكن اختراق المستوى العاصي الذي يفصل ما بين الفراغ الداخلي والفراغ الخارجي إذن هي نقطة الاتصال ما بين عناصر المتتابعة الفراغية الخارجية وعناصر المتتابعة الفراغية الداخلية وهي عبارة عن فتحة أو فراغ انتقالي قد يضاف إلى واجهة المبنى أو يقتطع جزء من المبنى لزيادة تأكيدة ويمثل المدخل في التجربة الإبداعية مناطق انتقال وتهيئة وإعداد وافتتاح للمتتابعة الفراغية المقفلة المتتابعة الفراغية المقفلة أين توجد؟ هي توجد داخل المبنى والمدخل يشكل نقطة الافتتاح لهذه المتتابعة ويمكن وضع المدخل محوريا في واجهة المبنى أو من حرفا أنه بشكل قليل خالقا محوريا خاصة حول فتحة هذا المدخل ويحدد موضوع المدخل بالنسبة إلى الفراغ المراد الدخول إليه كل من شكل المسار ونسق الأنشطة التي يزاولها المستعمل عند الدخول وقد يصبح المدخل أكثر تأكيدا من خلال جعل فتحته أو عمل فتحته أكثر انخفاضا أو أقل عرضا أو أكثر اكتفاعا من المتوقع أعطى تأكيد على المدخل انخفاض ارتفاعا أو التأكيد من خلال الارتفاع أو أكثر عرضا من الوضع الطبيعي أو الزخرفة على حواف المدخل من ما يسموه في تأكيد المدخل صارة المدخل هي المكون الرابع من عناصر المتتابعة الفراغية وتمثل هي مرحلة انتقالية أيضا بين الفراغ الخارجي اللانهاي والذي تم الانتقال من هذا الفراغ من خلال المدخل والفراغات الداخلية السغيرة والفراغات الداخلية السغيرة فكما هو مضح في الصورة المرفقة لدينا المدخل والصالة صارة المدخل والتي نوثل انتقال ما بين الفراغ الخارجي اللانهاي والفراغ الداخلي أيضا عندنا هنا في الصورة هنا صارة المدخل والذي يظهر عليها المدخل وتمثل هذه الصالة نقطة الاتصال ما بين الفراغات الخارجي اللانهاي والفراغات الداخلية والفراغات الداخلية الأخرى أيضا عندنا هنا تعتبر هذه صارة المدخل وهنا تنتظر الاتصال ما بين الفراغ الخارجي والفراغات الداخلية سواء كانت بنفس المستوى أو إلى مستويات أعلى أو إلى مستويات أعلى أيضا يتضح في الصورة هذه صالة المدخل والتي يتم من خلالها الانتقال إلى فراغات جانبية حول هذه الصالة إلى فراغات جانبية حول هذه الصالة وبالتالي تشكل صالة المدخل مرحلة فراغية هامة في المتتابعة الفراغية وذلك من كونها تمثل الفراغ الذي يعكس التجربة الداخلية الأولى مع المبنى وتعتبر الصالة مجالا للإبداع السطحي للإبداع السطحي في الأرضيات والأسقف والحوايط ويظهر المجهود الإبداعي من خلال المواد وعناصر الأثاث المستخدم فيها المداخل الجانبية هي الأنصر الأخير من عناصر المتتابعة الفراغية حيث تنتهي المتتابعة الفراغية بالمداخل والمخارج الجانبية كما هو مضح بالأشكال المرفقة لدينا والتي يتضح من خلالها المدخل الرئيسي عندنا هنا عندنا هنا مدخل رئيسي هذا المدخل رئيسي ينتهي أو المدخل رئيسي ينتهي بمداخل جانبية مدخل رئيسي ينتهي بمداخل جانبية إذن هذا المدخل الجانبي هو نهاية الأنصر أو نهاية المتتابعة الفراغية والذي تم الانتقال إليه من خلال المدخل الرئيسي ثم الصالة وإلى الفراغة الأخرى والانتهى بالمدخل الجانبي أيضا يتضح من الشكل الموضح لدينا هنا هذا المدخل الرئيسي وهذه الصالة وهذه مداخل جانبية والمداخل الجانبية هنا تمثل نهاية المتتابعة الفراغية أو نهاية عناصر المتتابعة الفراغية حيث تتتابع التجارب الفراغية داخل المبنى في مسارات مباشرة أو منكسرة من فراغ المدخل صعودا أو نزولا على سلالم متحركة أو ثابتة بزوايا رؤية متغيرة إلى جالر أفقية وطرقات تضيق وتتسع عند صالة توزيع مرحلية وتفتح عليها وحدات فراغية بعضها رئيسي على محور وأخرى ثانوية تنتهي بالمخارج الجانبية المحور الأخير في عناصر البنية المادية للابداع الفني المعماري هو المحيط العمراني والمحيط العمراني هو ذلك المحيط الذي يقع في إطاره العمل المعماري بشكل عام ويعتبر جزء أساسي من عناصر البنية المادية للابداع الفني المعماري وذلك من كونه يؤثر وبشكل أساسي على تصميم المبنى حيث يجب أن يكون النتائج المعماري جزء من هذا المحيط وليس شاذا عنه كما هو مضح بالأشكال المرفقة وقبل الوصول إلى المحور الأخير في المحاضرة وهو التكليف يجب أن نشير إلى أنه وبعد الانتهاء من موضوع البنية المادية للابداع الفني المعماري والذي تم تغطيته في ثلاث محاضرات أن يكون الجميع قادرا على أن يعرف أناصر ومكونات البنية المادية للابداع الفني المعماري بشكل عام أيضا أن يميز الابداع الفني المعماري في المشاريع المعمارية وفق مكونات البنية المادية كذلك يحلل المكونات للبنية المادية في المشاريع المعمارية وذلك لكشف أو نغد جوانب الإبداء فيها المحور الأخير هو التكليف وعلى الطالب الاطلاع على التكليف رقم ثمانية في الملف المرفق بالمحاضرة أخيرا وبعد استعراض عناصر البنية المادية للإبداع الفني المعماري نتمنى من الجميع أن يكونوا على معرفة تامة بكافة هذه العناصر ويمتلكون المقدرة على نغد أو تمييز العمل المعماري المبدع أو الدراسة والتحليل لأي مشروع معماري وفق مغطيات البنية المادية للإبداع الفني المعماري وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله سيتم التعرف على المنظومة الفراقية لوحدات الاستعمار الخاص والتي تتمثل في تصميم الوحدات السكنية شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته